طيب خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم بعد كده وإمبارح حقق ليفر بول كان فوز كبير جدا على حساب برانفرد بثلاتية هنا أهداف دون رد زي ما حضراتكم تابعته كان ماتش يعني محترم جدا وكبير جدا ده كان ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليفر بول دخل اللقاء ده في غياب بقى مين عندك مين يا كريم غايب محمد صلاح سادي ماني ونابي كيتا ده بسبب المشاركة طبعا في أمم إفريقيا وكمان غاب تياجو ألكنتارا بسبب الإصابة المرة دي بتعد المرة الأولى اللي بيغيب فيها صلاح ماني عن ليفر بول في المباراة واحدة ده من عام 2017 بالمناسبة كمان خليق أحضراتكم الثنائي صلاح ماني سجله تقريبا كده بلغة الأرقام 48% من أهداف الفريق في الدوري ده بداية من موسم 2017-2018 كان فيه بوست كده من كم يومي أنا هادي مش عارف شوفتيه ولا لا وأنا مش مالي إيدي قوي من حجم الدقة اللي فيه أو مدى صحته بس المفروض ان البوست يعني بيقول ان ان اتسأل المدير الفني لليفر بول عن سادي ماني تحديدا ومحمد صلاح ان انت هتفتقدهم إلى أي درجة فبرده أرجع وقولك الله أعلم الكلام ده حصل ولا لا بس يقال طبقا للبوست ان هو رد وقال والله انا هفتقد سادي ماني محمد صلاح مش حال حافتقده قوي لان هو غالبا هيلعب ثلاث مباراة ويرجع فهم الإسقاط يعني احنا مش مطولين في أمم الفريق بس الله أعلم الكلام ده صحيح ولا لا